أعلنت الدكتورة هالا زايد وزيرة الصحة والسكان عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان بأربع محافظات كمرحلة أولى وهي القاهرة والإسكندرية والفيوم والقليوبية وقالت وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري لسيدات الحوامل بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض